بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر مأسا شديدا من لجن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفوافهم إن يقولون إلا كلمة فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جمزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا واشهدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا واشهدا فضربنا على آذانهم في الكهف شهين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نبص عليك لبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بغلبهم وجدناهم هدى وغبطنا على قلوبهم إقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلوا الله أنشغطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بيت فمن أضلع ممن افترى على الله كريما وإن اتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأروه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم من الفضاء وترى الشمس إذا طلعت تزاوأ عن كهفهم ذات اليمين وإذا مردت قردوهم ذات الشمال وهم في فجوتهم ذلك من آيات الله من يهدي له فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتخسبهم أيقارا وهو ربود ونطلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط لراعيهم الوصيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولو ليت منه ضعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لمثتم قالوا لمثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لمثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فليرضوا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجعوكم أو يعيدوهم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمره فقالوا إنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين ظلوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تبال فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر لك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رجدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من وليه ولا يشيك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا أمدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنه ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاض بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجو بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات إنا لا مضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تمتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نغم الثوار وحسنا مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنغل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجر خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسك قال ما أظن أن تبدع به أمدا وبا أظن الساعة قائمة ولئرددت إلى ربي لأجدنا خيرا منها قلبا قال له صاحب وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تغاب ثم من نظف ثم سواك رجلا لكنه الله ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ألو وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأرسل عليها أسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها أورا فلن تستطع له طلبا وأحيط بثبره وأحيط بثبره فأصبح يقلم كفينه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنفر الله من السماء فاغتلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذبه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبلا ويوم نسير القبال وترى الأرض فارزة وعشرناهم فلم نواذر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل سعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبني سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أكتتخذونه وذريته أولياء أعندوني وهم لكم عدون بسجد ظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المغلين عقدا ويوم يقول نادو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جللا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدفضوا به القط وانتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أغلق ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفضروا وفي أذنهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أمدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوا بما كسبوا لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجل له العذاب بل له موعد لن يجد من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن طلبوا سالفته لا أبره حتى أبلغ بجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغ بجمع بينهما نسي أخوتهما فانتقل سبيله في البحر السربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هالا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر أتغذى سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فاغتدنا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني من ما علمت وشدا قال إنك لن تستطيع معي الصبرا وكيف تصبر على ما لك تكر به غمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خارها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد دئت شيئا إنها قال لم أقول إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تؤمنني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لك يا أولاما فقتلا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد ديت شيئا نقرا قال أنا فأقول لك إنك لن تستطيع معي الصبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاقبني قد منغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد من ينقض فأقاما قال لو شكت لن تفذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لن تستطيع عليه الصبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا وأما الغلام فكان أمواهم من أين فخشينا أن ينهقهما ضغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المرينة فكان تحته كنز لهما فكان أموهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أبري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه الصبرا ويسألونك عن ذي القرني ونسبت له عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ بغرب الشمس وجدها تغرر في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نبرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه الظبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يحجوج ومحجوج مفسدون في الأرض فهل لجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بطوة أجعل بينهم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه تطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يقول فيما ونفق بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في لطارا إن عرض ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا العباد من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبهكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس هزلا خالدين فيها لا يمرون عنها لولا قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إننا قد بشر مثلكم يوحى إليه يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لطار ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشيري بعبادة ربه أحدا